وعلى صعيد آخر مستجدات أخبار الشركات والأعمال أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك البركة في مصر ارتفاع صافي الربح خلال العام الماضي بنسبة نمو 55% مستجلا أكثر من مليار و700 مليون جنيه مقابل حوالي مليار و100 مليون جنيه خلال عام 2021 وأرجع البنك هذه زيادة في صافي الربح إلى صعود صافي الدخل من العائد بنحو 25% خلال العام السابق ليسجل حوالي 3 مليارات و400 مليون جنيه مقارنة بنحو مليارين و700 مليون جنيه خلال 2021 وأشار البنك في بيان للبرصة المصرية إلى أن إجمالية محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نمت بنحو 46% خلال العام السابق يبلغ حوالي 35 مليار و400 مليون جنيه وفي سياق آخر نشرت البورصة السعودية تداول تقرير سوق أدوات الدين للربع الرابع من العام السابق حيث بلغ إجمالي قيمة إزدارات السقوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة نحو 525 مليار ريالاً بارتفاع بلغت نسبته 3% مقارنة مع الربع الذي سبقه وأضافت البورصة أن إجمالية القيمة المتداولة بلغت خلال الربع الرابع من العام السابق نحو 4 مليارات ريال مقارنة مع ملياري ريال فاصل 470 مليون للربع الثالث أي بارتفاع نسبته 62% كما بلغ إجمالية عدد إزدارات السقوك والسندات المدرجة 74 إزداراً مقارنة مع 77 إزداراً بنهاية الربع الثالث من العام السابق من خفاض قدره 4% إلى ذلك وافقت البورصة السعودية على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدينة الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات ريال فاصل 657 مليون ترجمة نانسي قنقر